بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبابنا الكرام حديثنا اليوم حول المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية ولماذا يرفض الشعب الفلسطيني هذه المبادرة الصين من خلال الوزارة الخارجية الصينية عرضت على كل من السلطة الفلسطينية والحكومة الصهيونية أن ترعى مصالحة بين الطرفين أو إيجاد حل بينهما لقضية الصراع المستحكمة جاء العرض مفاجأة لم تكن متوقعة من أحد ومن دون أي إشارة سابقة لا من جهة الصين ولا من جهة المعنيين بالعرض الذي أصبح ينتظر جوابا من الطرفين ولا من الذين يتسقطون الأخبار السرية لنشرها إن أول ما يمكن أن يفسر هذه المفاجأة هو استبعاد أن تصدر هذه المبادرة من وزارة الخارجية الصينية إذ لم يسبقها تمهيد مع الطرفين لأن عرضها من دون التشاور مع الطرفين يناقض ما عرف عن الصين من حضر في طرح سياسات غير مدروسة بشكل جيد أو التدخل في السياسة الدولية بما يمكن أن يعد خرقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو اعتباره تدخلا في الشؤون السياسية التي قد تجر على الصين صراعات وتناقضات خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية الصين في غنى عن هذه التناقضات وعن هذه الصراعات وهذه هي حقيقة وطبيعة الموقف الصيني بشكل عام وهذه هي السياسة الصينية المعروفة لكن اطلاق هذه المبادرة في هذه المرحلة وبالتحديد بعد المفاجأة الكبرى المتمثلة بالرعاية الصينية الناجحة لإطلاق علاقة إيجابية سعودية إيرانية يوجب علينا أن نضع هذه المبادرة في إطار السياسة الصينية الجديدة من جهة وتعامل الصين الجدي في قضايا الشرق الأوسط من جهة أخرى لكن هذه المبادرة الصينية في الموضوع الفلسطيني تحديداً تشكل تحدياً للولايات المتحدة الأمريكية وهذا التحدي لا يقل خطورة عما مثلته الرعاية الصينية في الموضوع السعودي الإيراني وهنا يجب أن يضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ عشرات السنوات تعتبر نفسها الراعية الوحيدة للمفاوضات المتعلقة بالقضية الفلسطينية لهذا يأتي قبول الكيان الصهيوني إن حصل ليكون بمثابة طعنة في الخاصرة من دولة الكيان الصهيوني للولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي يعتبر هذا الكيان يعتبر عند كثير من السياسيين الأمريكيين هو الولايات الحادية والخمسين وربما يرتقي إلى درجة أفضل من أي ولاية من الولايات الأخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قبول السلطة الفلسطينية يعتبر أيضا خذلان للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترعى ملف المفاوضات طوال عشرات السنوات وتقدم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لكن السؤال الذي قد يؤثر هو لماذا لم تنجز الصين تفاهما بين الطرفين قبل طرح هذه المبادرة كما حدث بالتجربة الصينية مع إيران والسعودية الأمر الذي يعني أننا أمام إشارات مستنتجة ولسنا أمام مبادرة متفق على إنجازها وذلك لأن القرار الصهيوني ما زال دون القبول بما يقبل به الرئيس محمود عباس لإنجاز اتفاق وهذا يبرز سؤال آخر هل هناك من تغيير في سياسة نتنياهو هذا التغيير يسمح للصين بأن تطرح مبادرتها المعرضة للفشل السريع المتغير الذي حدث في حساب موازين القوة على كل المستويات مال في غير مصلحة الكيان الصهيوني ولسيما التطورات التي حدثت في الضفة الغربية وفي القدس والتي تتمثل باتساع رقعة المقاومة المسلحة والإجماع الشعبي الفلسطيني لدعم المقاومة ووحدة الساحات في داخل فلسطين عموما وإضافة لذلك ضعف السلطة الفلسطينية هذه التغيرات جعلت الاحتلال في حكم الصاخط وربما التفكير بانسحاب بشكل ما أي أن الانسحاب الجزئي من بعض المناطق في الضفة الغربية أصبح في حسابات الاحتلال أقل خسارة من استمرار الاحتلال أو الاستمرار بالاحتلال والذهاب بالصراع إلى مستوى المواجهة الشاملة هذا المتغير هو وحده الذي يمكن لناثنياهو أن يشجع الصين للتدخل في موضوع الصراع مع الفلسطينيين فضلا عن أن تأزم علاقة نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا أيضا وصل إلى حد المقاطعة بين بايدن ونتنياهو وأيضا امتناع بايدن عن مقابلة نتنياهو وعدم دعوة بايدن أو البيت الأبيض لنتنياهو لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية هذا كل يدفع نتنياهو باتجاه اللعب بالورقة الصينية في الخلاصة يجب التعامل مع المبادرة الصينية بجدية خصوصا إذا لم تمت وتنتهي هذه المبادرة في النقطة التي انطلقت منها والخشية أن تنطلق هذه المبادرة وتذهب باتجاه الخطوة الثانية وهذه الخطوة ستكون الجمع بين الوفدين الفلسطيني والوفد الصهيوني والنتيجة ستكون طبعة جديدة من اتفاقية أوسلو لماذا؟ لأنه كما قلت السلطة الفلسطينية ضعيفة والسلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تحمل معها الإنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني في السنتين الأخيرتين من خلال المواجهة العسكرية التي اتسعت رقعتها وشملت كل مدن الضفة الغربية بل ووصل بعضها إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48 وخشية الاحتلال من أن تنتقل إلى الجليل والمثلث والنقب وأيضا الساحل الفلسطيني وأن تلتحم كل الساحات في وجه هذا الاحتلال السلطة الفلسطينية لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تأخذ هذا في اعتباراتها عندما تلتقي مع الوفد الصهيوني لأن السلطة الفلسطينية بالأساس هي تحت سقف أسلو وهي تحاول خلال السنوات الماضية نتحدث عن حوالي 30 عام تحاول الخروج من هذا الوضع ولكن لا تستطيع من خلال المفاوضات الآن الشعب الفلسطيني تقدم وأنجز وأصبح الحالة أو الوضع الصهيوني في وضع ضعيف جدا وإسرائيل تتآكل من الداخل الآن الصهاينة كما قلت بعد القطيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإهمال نتنياهو يبحثون عن مخرج ويحاولون أن يلعبوا الآن بالورقة الصينية لكن إذا حدث هذا هذا سيكون فيه ظلم كبير للشعب الفلسطيني فيه ظلم للحقوق الوطنية الفلسطينية هذا سيكون فيه تثبيت بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية الناجحة لكن أيضا في نفس السياق وعلى الرغم من الموقف الإيجابي العام من روسيا والصين في صراعهما ضد الولايات المتحدة الأمريكية لكن موقفهم من القضية الفلسطينية يحمل بعض الإيجابية حينما يكون الحديث عن استنكار أو شجب ما يرتكب الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني لكن فيما يتعلق بعلاقة هاتين الدولتين وتعاونهم الاقتصادي مع الكيان الصهيوني أو موقفهم من حل القضية الفلسطينية فتدخل كلا الدولتين ضمن الموقف الذي لا يقبل الشعب الفلسطيني والذي يرفض الشعب الفلسطيني عندما تبادر روسيا والصين إلى التدخل لاقتراح حل سياسي للفلسطينيين هذه الاقتراحات في العادة لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني لا تلبي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى فلسطين لا تلبي حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران 67 لا تصل إلى هذا الحد تبقى دائما في داخل الإطار اللي حددت الولايات المتحدة الأمريكية ولا يخرجان عن هذا الأمر لماذا؟ لأنه أيضا لديهم مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية والتالي هذه المبادرة هي بالأساس ولدت ميتة والمشكلة الكبرى هو أن يتعاطى معها الفلسطينيين إذن الآن نحن نعيش في حالة انقلاب لموازين القوى في المنطقة العربية في الشرق الأوسط على الأقل اللي لم يكن في الساحة الدولية هذا الانقلاب يأتي ضد الكيان الصهيوني وهذا هو يعني سبب ما يعانيه الكيان الصهيوني من مأزق وتراجع حتى في الصراع الميداني أيضا هذا الأمر يفرض علينا كفلسطينيين ألا نسمح لهذا الكيان بأن ينجو ينجو من الغرق إذا قبلنا بالمبادرة الصينية المبادرة الصينية هذه هي مبادرة صهيونية في حقيقتها لأنه كما قلت في البداية لم يجري التمهيد لها لم يجري عقد التفاهمات كما حدث بين إيران والسعودية قبل الإعلان جاء الإعلان هو البداية ولم يكن هو النهاية كما كان في الاتفاق السعودي الإيراني وبالتالي هذه المبادرة هي تسيء لعلاقات الصين بالشعوب العربية والإسلامية وأيضا تسيء للمقاومة الفلسطينية وهنا لا بد أن نوجه كلمة للصين الصين التي قدمت هذه المبادرة يجب عليها أن تلاحظ أن هذه المبادرة تبين تناقض الصين مع نفسها كيف تريد الصين أن نقبل بموقف هي ترفض عندما يطبق عليها الصين تتمسك بوحدة أراضيها وتصر على وحدة أراضيها لكن عندما يكون الحديث عن الأراضي الفلسطينية يكون الحديث مختلف وبالتالي الصين تقع فيما وقعت به الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الكيل بمكيالين الصين تريد منها أن نقبل ما ترفض الصين التي تحارب ولا تتساهل حتى مع هون كونغ التي بقيت صينية بعد خروج البريطانيين منها أيضا الصين لا تتساهل في موضوع انفصال تايوان عنها علما بأن تايوان حتى بعد الانفصال ستبقى صينية الصين حتى لو بقيت تايوان وهون كونغ يحملان الهوية الصينية الأساسية لكن هي لا تقبل بالانفصال لكن عندما تتعامل الصين معنا على أساس حل الدولتين الذي يرفض بالأساس نتنياهو ولا يوجد له مستقبل على أرض الواقع بفعل الاستيطان وبفعل سياسات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني عندما تطلب الصين الفلسطينيين أن يقبلوا باغتصاب جزء كبير من أراضيهم من قبل مستوطنين غرباء جاءوا تحت حراب الاستعمار وقاموا بمساعدة القوى الغربية بريطانيا ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي جرت عملية اقتلاع ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه واحتلوا مكان الشعب الفلسطيني من خلال استعمال القوى العسكرية وارتكاب المجازر وقتل الأبرياء كل هذا كان مخالفة صريحة للقانون الدولي لكن العالم الآن يصمت ونرى أنه أيضا الصين صارت في ركب الولايات المتحدة الأمريكية في إهمال حقوق الشعب الفلسطيني لذلك الشعب الفلسطيني معه كل الحق عندما يرفض حل الدولتين لأن هذا الحل هو حل تصفوي يعني إحنا كفلسطينيين لنا أكثر من ثلاثين عام ونحن نفاوض الصهاينة دون الوصول لأي نتيجة الآن بعدما قوينا ووصلنا إلى وحدة الساحات وبدأت تتشكل في الأفق قوة ردع عربية وإسلامية ضد المشروع الصهيوني وأصبح الآن الشعب الفلسطيني قابخ أو سيني أو أدنى على انتزاع حقوقه من المحتل الغاصب تأتي هذه المبادرة الصهيونية من خلال الوساطة الصينية الكيان الصهيوني هو كيان غير شرعي هو كيان إحلالي هو كيان جاء من خلال الغزو لفلسطين كمشروع استعماري استيطاني اقتلاعي إحلالي توسعي وذلك كما يفعل الصينيون في المحافظة على حقهم كاملا على كامل أرضهم حقنا كفلسطينيين أن نفعل ذلك أيضا ويعني موقف قارة الصين هو من وحدة الأراضي الصينية وموقف الشعب الفلسطيني وكل قيادات ابتداءا من فتح حتى حماس والجهاد وباقي فصائل الشعب الفلسطيني هو الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وأن هذا الاحتلال وهذا المشروع الصهيوني بإذن الله عز وجل هو إلى زوال ولن يقبل الفلسطينيين بأي حال من الأحوال أن تمد الصين يدها لإنقاذ المشروع الصهيوني وأننا نتعاون مع الصين في هذا مرفوض تماما ولن يقبل أي عاقل بهذا الأمر لذلك نحن كفلسطينيين لن نسمح بإذن الله عز وجل أن تبقى ضر التراب من أرض فلسطين تحت الاحتلال الصين التي لديها استعداد أن تدخل حرب عالمية للحفاظ على وحدة أراضيها نحن الفلسطينيين لدينا استعداد أن نقاتل حتى تحرير كل فلسطين بإذن الله عز وجل ولن نسمح ببقاء أي وجود لهذا المشروع الصهيوني على الأراضي الفلسطينية لذلك هذا هو الموقف الفلسطيني الذي ينبغي أن يكون ولا يوجد موقف غير هذا الموقف هو الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في المواجهة ووحدة الأراضي الفلسطينية حتى انتزاع هذا الحق من أنياب هذا الاحتلال الظالم الغاشم ويسألون كمته قل عسى أن يكون قريبا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته